طيب استاذنك ونشرك الزميل محمد الشيخي العلام الرياضي من جدة بعد الترحيب به الانضمامه معنا في برنامج علم الصحافة حياك الله أخي محمد حياك الله زميري خالد ومسه بالخير على السادة المشاهدين وعلى الزميل عبد المحسن الجحلان وإن شاء الله تكون حلقة طيبة ثرية نقول إن شاء الله مسل خير أخي محمد يا هلا مسل نور الله حي يعطيك العافية والله الله يعافيك زميري محمد كنا نتحدث قبل قليل عن كثرة التوقفات للمنتخب أو للدوري بسبب استحقاقات المنتخب واضح منها خلال هذا الخبر أن هذا القرار كان قرارا فجائيا الذي اتخذ سيد مارفك ولم يكن من ضمن القرارات التي كانت في أجندة استعدادات المنتخب السعودي لمشاركة في تصفيات المؤهلة لروسيا 2018 يعني من الذي استجد في فكر مارفك حتى يقرر هذا القرار ويطالب الاتحاد السعودي بمعسكر وأيضا تأمين مبارتين خلال هذا المعسكر أولا مارفك الآن يعني دخل يعني منعطف مهم جدا نحو تحقيق آمال وطموحات جماهير الكرة السعودية بالتأهل إلى روسيا أو منديار روسيا وهذا الأمر ربما يزيد من أسهم هذا المدرب وتمكنه خاصة ونجاحاته التي حققها في الفترة الماضية إضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب تحت قيادته هذا الأمر جعل مارفك في هذه الفترة يطالب بأن يكون هناك معسكر للمنتخب لزيادة الانسجام للمحافظة على اللعبين من الإصابات وهذا أيضا يزيد أو يثقل كاهل الأندية التي لديها محترفين تعتمد عليهم في تحقيق نتائجها إضافة إلى أنه في الفترة المقبلة هناك أيضا أربع فرق سعودية رح تدخل المعترك الآسوي وهذا الأمر ربما يعود بالسلب على هذه الأندية إضافة إلى أنه كثرة هذه الاستحقاقات والمشاركات وفي ظل ما طلبه مارفك في هذه الفترة ربما تنعكس بالسلب على اللاعب السعودي الذي ليس لديه القدرة على مواجهة هذه الأحمال أو هذه الأعباء ربما الأفضل هو تطبيق ما يفعله اللاعب المحترف في أوروبا وأمريكا الجنوبية في هذه الناحية وهو المجيء للمتخب قبل الاستحقاق بـ 48 ساعة هذا الأمر ربما يساعد مارفك أن الأندية تعد لعبها بالشكل المطلوب جهزيتهم الفنية واللياقية بالإضافة إلى جهزيتهم أيضا المعنوية وهو أيضا لا ننسى أن مارفك أيضا يعرف هؤلاء اللاعبين المختارين في قائمته ويعرف إمكانياتهم ويعرف أيضا القائمة الأساسية التي يعتمد عليها والبدائل التي يعتمد عليها جميل فهذا الأمر أنا أعتقد أنه ربما أنه يحتاج يعني مارفك يعني إلى مباراة ودية أو من هذا القبيل قبل المواجهة هامة أو قبل المواجهة مثلا فريق قوي مثل استراليا مثلا لكن الآن قبل مواجهة تايلند مثلا ما أعتقد أنه يحتاج لهذه المباراة ربما أنه يعني الفترة أنا ما ألوم مارفك لأنه وصل إلى مرحلة مهمة جدا ومنعطف خطر جدا في سبيل المحافظة على أنه مركز منتخبنا هو الآن في الصدارة رغم خسرتنا الأخيرة وهذا أيضا يزيد من المسؤولية على مارفك في سبيل تحقيق نجاح جديد وفي سبيل تحقيق نصر جديد للكرة السعودية بالتأهل إلى المنديال وهذا حق من حقوقه لكن لابد أنه يجلسوا معها في اتحاد الكرة وأيضا الأندية لابد أنه يؤخذ رأيها في هذا الموضوع بأنها أيضا هي متضررة على طار الأندية زميل محمد أنا برجع لك في نقطة أذكر كان أحد المدربين المنتخبين الوطني كان في نهاية كل استحقاق للمنتخب الوطني كان يكون هناك تقارير توصية للعبين للأجهزة الفنية الخاصة بأنديتهم لعمل برنامج لهذا اللاعب في نديه الآن نجد هذه قد اختفت مع السيد مارفك السيد مارفك يبدو أنه لا يعجبه الآن ما يقدمه المدربون مع اللاعبين المختارين للمنتخبين الوطني بدليل أن هناك الكثير من اللاعبين يعني يجبون رهيني أن دكت البودلة تعتقد أن السيد مارفك يعني افتقد الثقة أو فقد الثقة من قبل أو من المدربين الذين يشرفون على الأندية في الفترة الحالية والله أخي خالد أنا أعتقد أنه أنا أأيده في الجانب هذا الجانب مهم أنه بعض اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم مارفك في القائمة الأساسية يجدهم في أنديتهم مهملين بالإضافة إلى أنه هناك كثير من الأندية وظاهرة تحصل لأول مرة أنه غيرت معظم مدربيها في الفترة الماضية المنقضية من الدور المحترفين وهذا أمر سلبي أيضاً يعني لا يعاون اللاعب على أنه يكون أيضاً أداءه مستقر ولا أيضاً يساعد مدرب المنتخب على أنه يختار الخيار الأنسب هذا الأمر ربما ينعكس بالسلب أيضاً تغيير المدربين هو ظاهرة سلبية كبيرة أثرت على الكرة السعودية وأثرت على اللاعب السعودي وكان لها نتاج أيضاً غير أنا أعتقد أنه نتاج مباشر على أداء المنتخب وعلى أداء اللاعب السعودي تخيل يعني مارفك يعني يكون لديه لاعبين أساسيين ثم يفاجأ بأنهم في أنديتهم احتياطيون وهذا الأمر يزعج مارفك بلا شك لأنه يعرف إمكانيات هذه اللاعب وهناك أيضاً أنديا ربما طبعاً المدربين قناعاتهم مختلفة لذلك لما نحضر مدرب جديد لا يعرف إمكانيات اللاعبين هذه مشكلة أخرى تؤثر ليس فقط على النادي بل أيضاً على المنتخب جميل هذا أمر سلبي أيضاً جميل